النهار ده إن شاء الله حقول لكم كذا أمر عن حاجة ندرة جداً ما بتتقلش كتير رغم إنها حاجة تعتبر روحياً مهمة قوي وكمان بتحصل فعلاً على أرض الواقع لكن مفيش حد عايز يشرح عنها يمكن لإن أصحاب القنوات عارفين إن الوعي الجمعي لأغلب الناس مش حيستوعي بحاجة زي دي لكن أنا حتكلم عنها وأمري لله عشان لما يجي حد وعيه بيستوعب الأمور دي يستفد من الفيديو وتقدره تعتبره فيديو للمستقبل والحاجة دي عن علامات وإشارات قد تعتبر غريبة للبعض وممكن مخيفة للبعض الآخر بسبب ارتفاع وعيك أو ارتفاع طاقة عقلك وجسدك الأثيري يعني حتى لو وعيك منخفض بس طاقة العقل والجسد الأثيري مرتفعين ده ممكن يؤدي إلى تواصلك مع الأبعاد أو العوالم الموازية طب خلينا متفقين من البداية عشان ما حدش يتدايق أن العوالم الموازية أو نظرية تعدد الأكوان هي نظرية لم يتم ذكرها في الأديان السماوية إلا يمكن جهة الميح خفيف عنها في قصة العبد الصالح اللي بيتقال عليه في اللغة الشعبية سيدنا الخضر لأنه كان بيقدر ينتقل من الأبعاد الزمكانية ويقدر يشوف أمور الأنبياء نفسهم ما شافوهاش وعشان كده سيدنا موسى عليه السلام كان بيتعلم منه كمان النظرية دي تم تأكدها بشكل علمي عن طريق المعادلات الفيزيائية لكن لم يتم إثباتها بشكل مادي على أرض الواقع لأن الإثباتات المادية جاري تطويرها حاليا عن طريق اختراع البوابات الطاقية الزمكانية وده حينتهي عمله رسميا بانتهاء 2023 أو ممكن السنة القادمة في 2024 والله أعلم ممكن كانت البوابات دي معمولة من الأول أساسا بس هم لسه بيعلنوا عنها دلوقتي وطبعا أقصد بيها أمريكا والدول اللي شغالة في الحوار ده لكن الإثباتات المادية اللي على أساسها حنقول الإشارات بتاع الدرس النهاردة إن هي إثباتات فردية يعني تجارب شخصية بحتة وعشان كده أغلب الناس ما بتصدقش فيها لأنها مش بتحصل مع الجميع بتحصل بس مع فئة من الناس وكمان مش بتحصل معهم على طول يعني هم مش رايحين جايين على العالم الموازي كل يوم العالم الموازي باختصار هو أبعاد متكررة فيها نسخ من البشر والمخلوقات تشبهنا بالزبط يعني لو افترضنا إن العوالم الموازية سبع عوالم مثلا يعني فأنت متكرر في السبع عوالم بنفس الشكل بنفس الحمض النووي لكن ممكن يكون فيه فرؤات كتير زي مثلا اختلاف الأجل مش كل النسخ بتموت في نفس العمر اختلاف كمان المستوى الاجتماعي يعني فيه نسخة غنية وفيه نسخة فقيرة وفيه الطيب وفيه الشرير الفرؤات بقى الفردية دي اللي انتوا عارفينها لكن رغم كده اللي إن الاتصال الروحي بيكون قوي بين النسخ وبعضها وبيأثروا على بعض كل ما تكون طاقة الروح والعقل قوية جدا الاتصال بالعالم الموازي له فوايد طبعا ولكن برضو له أضرار بس حقول الفوايد والأضرار في آخر الحلقة بعد ما أقول لكم الإشارات مع العلم إن مش لازم كل الإشارات تحصل لك يعني لكن كل ما تزيد الإشارات وتتكرر بس على مدار سنوات فمعناها إن اتصالك بالعوالم دي كل مادة بيكون أقوى لأنها لو بتتكرر بقى كل شوية وكل يوم وكل شهر وكده أهرف إن فيه حاجة غلط ده مش اتصال بالعوالم ده كده مشكلة عصبية أو مرض روحي أول إشارة تواصل إنك تلاقي حاجات محطوطة عندك وكأنك اشترتها وإنت متأكد مليون في المية إنك مشترتهاش خصوصا لو إنت واحد قواكل عقلية سليمة وعارف كويس إنت عندك إيه ومعندكش إيه وفي نفس الوقت إنت إنسان منظم مش فوضوي مثلا فبتكون عارف إن فيه حاجات فعلا مش طبعك موجودة فممكن تحاول تكدب نفسك وتقول ممكن دي طبع حد من البيت وتحطت عندي حد من صحابي ناسها عندي أسوأ الاحتمالات فيه جن بيستهبل وبيتلاعب معايا لكن بعد كده بتيجي أدلة إن الحاجة دي فعلا تخصك لنعتبر مثلا يا جماعة الحاجة دي ساعة يد ماركة معينة فمن ضمن الأدلة إنك تلاقي صور قديمة ليك إنت مثلا من سنة أو سنتين وتلاقي نفسك في الصور لابس الساعة دي فعلا أو تلاقي والدتك تقولك لا أنا فاكرة كويس إنك اشتريت الساعة دي وأنا كنت معاك في المحل ومعرفش إيه فتحس إنك حتتجنن بقى ممكن تشك في قدرتك العقلية لو أنت مش فاهم كويس الأمور دي بتتم إزاي وغالبا الأمور دي ما بتكونش حاجات مضرة قوي تاني إشارة تواصل ودي عكس الإشارة اللي فاتت إن يكون في حاجات عملتها بنفسك أو اشتريتها بإيدك ومتأكد من وجودها وتقريبا يوميا بتشوفها قدام عينيك وفجأة تلاقيها اختفت تماما ما بترجعش ولا كأن كان لها وجود في حياتك من الأساس دي حصلت مع حد أعرفه كان مسيف أو حافز يعني صورة كارتون أنيمي في الجهاز بتاع الكمبيوتر وفي الموبايل بتاعه الصورة دي محتفظ بيها عشان مرسومة بطريقة معينة لرسامة كده فهو عشان أصلا الحد اللي أعرفه ده بيحب الرسم فكانت عجبا طريقة رسم الصورة اللي هو محتفظ بيها دي وكمان دايما بيلاقيها في الجالاري أو الصفحة الأونلاين بتاعة الرسامة دي فضلت الصورة دي عنده سنتين وفجأة لقاها اختفت تماما من جهاز الكمبيوتر قال مش مشكلة فيه نسخة منها على الموبايل ما لقاش النسخة اللي على الموبايل قال لا يمكن حصلت تحديثات يعني أبديت على الكمبيوتر والموبايل خلت بعض الملفات تتحزف ولا إيه فخلاص حروح بقى للصفحة الأونلاين الجالاري بتاع الرسامة دي نفسها وأجبها من هناك الصورة برضو مش موجودة في صفحة الرسامة دي الغريبة بقى إنه هو بعتلي الصورة دي فعلا وأنا شفتها بعناي وعشان كده أنا مصدقاه هو بعتلي الصورة دي عشان يقول لي شوفي طريقة الرسم دي عكباني ومعرفش إيه فأنا احتفظت بها عندي فهو بعد كده بعتلي وقال لي معلش بعتيلي النسخة اللي عندك عشان النسخة الأصلية مش موجودة عندي في الجهاز خالص فقلت له إزاي يعني اختفت من كل مكان حتى الانترنت مش منطقي فقال لي لأ معلش شوفيها عندك كده أنا اتفاجئت إنها برضو اختفت من عندي أنا من الناس اللي مش بتحذف الصور اللي بيبعدوها لأصحابها مش بحذفهم خالص فاستغردت إنها فعلا برضو اختفت من الموبايل بتاعي واحدة تانية برضو بس كانت كتبة يعني تجربتها على منتدى من المنتديات قالت إنها كانت عاملة بحث كامل ومقدمة للكلية وكمان خدت عليه الدرجة بعد كده لقيت البحث ده ملهوش أي أثر على الجهاز ولا حتى موجود في ملفات الوردة عندها ولقيت كمان الدكتورة اللي عطتها الدرجة بتقول لها ما حصلش أنا ما استلمتش منك بحث زي ده وأنا كمان أصلا ما طلبتش منكم أبحث في الفترة دي خدوا بقى من الأمثلة دي كتير من الأمور اللي بتقعد معاكم فترة طويلة وبتعيشوها وفجأة تلاقوها تختفي إشارة ثالثة تغير الوقت والمواعيد فجأة وبعدين ترجع تاني لطبعتها دي بتكون بقى في حالتين يا إما أنت فعلا طاقة عقلك وجسمك الأخيري كان قوي قوي زي ما قلنا في بداية الحلقة وعندك حالة فيهم نشاط كده يا إما أنت كنت مجهد ومريض جدا بس بتيجي على نفسك وبتقاوح وخرجت مثلا عشان تكمل شغلك أو تكمل مشاويرك فالعقل الباطن لما بيشوف الجسم المادي مجهد قوي زي حالة النوم بيقوم عامل فصلة كده وينتقل لأبعاد تانية ويروح بقى يتفسح ويرجع لكن ما بتكونش هلاوس في فرق بينها وبينها هلاوس التعب على سبيل المثال أنت في الشارع وعارف أن الساعة 12 الظهر الظهر تمام؟ وبعد كده أنت بتنزل من السيارة تلاقي نفسك فجأة وقت العيشة رغم أنه نفس المكان ونفس كل حاجة تشك في الساعة بتاعتك تروح تسأل أي حد معدي تقوله الساعة كامي يقولك فعلا الساعة بعد العيشة مثلا تكون عشرة بالليل أو حاجة إزاي وإمتى وإنت لسه من ثواني كنت وقت الظهر وبرده بعد شوية بعد دقيق كده تلاقي نفسك رجعت تاني لوقت الظهر بتاعك الإشارة الرابعة تمر بتجارب مع صحابك وبعد كده تكتشف أنه هما ما عاشوش التجربة دي معك أصلا زي مثلا تتفق مع حد من صحابك تخرجه مكان كده وتنبسته وبعد فترة تفتح معاهم الزكريات يقولك صحبك إيه دا لأ محصلش أنا مخرجتش معاك الرحلة دي يا أخي فأنت توري له الصور المشتركة بينكم في الرحلة دي بالتاريخ بتاعها وهو يثبت لك بأدلة تانية إنه في التاريخ ده فعلا كان في مكان تاني وما كانش معاك أصلا الإشارة الخمسة تقابل نسخة مختلفة شوية عن حد أنت تعرفه فعلا وتستغرب اختلافه لكن بتفوتها بمزاجك لكن بعد كده بتكتشف إنه ما كانش الشخص اللي أنت تعرفه يعني ممكن الاختلاف يكون في لون الشعر أو طريقة اللبس أو في السلوكيات دي حصلت بقى معايا أنا شخصيا من كذا سنة كنت وقتها بقى عايشة في عالم الأوراد وكل يوم بقول أوراد كتير وتحسينات ومعرفش إيه فكانت طقتي عالية جدا متعودة بقى أنا وأخويا نفطر سواء الصبح وأخويا هو اللي بيجيب الفطار معا من برة وهو راجع من النادي أخويا شعره بني فاتح لكن لقيت في اليوم ده شعره أسود ومعمول بالجل فقلت يمكن الجل اللي مخلي شعره غامق كده فسألته عن شعره وقال لي أصلا أنا عدت على الحلاء قبل ما جيب الفطار وخفف لي شعري وبعد كده حطي لي الجل وحلقت دقني بالمرة قلت له كويس كده شكلك أحلى وفطرنا سواء عادي جدا وشربنا الشاي وكله تمام وبعد كده راح للكلية بتاعته بعدها بيومين بزبط سمعت من بعيد ماما بتكلم أخويا ده وبتقول له ما تنساش بقى تخفف شعرك لأن شعرك طويل قوي فقال لها حاضر بس أنا مكسل رحت لهم بقى أنا الغرفة بتاعتهم وقلت لهم إيه ده يحلق إيه ويخفف إيه ده لسه عامل شعره أول مبارح ولسه ببص عليه لقيت الشعر طويل ومفيش أي حاجة تعملت فيه وهو بيقول لي إمتى يا أختي ولا رحت ولا عملت أنا أصلا مش عايز أخفف شعري وماما هي اللي مصممة قلت له لحظة لحظة إيه ده مستحيل إزاي؟ ومش عارفة إيه كنت مصدومة إنت كنت بتفتر معايا أول مبارح وكان شعرك كذا كذا قال لي لأ معلش دي تهيئات معلش وطبعا طبعا أنا ما كانش بيتهيئ لي أنا متأكدة زي ما أنا بكلمكم دلوقتي لأن إحنا كنا قاعدين ساعتين سوا وبنفتر وبنشرب شاي وبنتفرج تلفزيون ما كنتش نايمة وبحلم مثلا فدي كانت صدمة بالنسبة لي وقلت يا لهوي أما للي فطرت معا ده كان مين بس يا رب الإشارة السادسة تلاقي عندك مهارة أو هواية بدون ما تتعلمها فجأة كده تلاقي نفسك بقيت عارفها إزاي وفين وإمتى ما تعرفش الإشارة السابعة في حاجات أو أمور بتشوفها وتحضرها وبعد كده تلاقيها حصلت بالزبط بس بعدها بفترة قدام على سبيل المثال في حد حكى تجربته إنه شاف فيلم لجتلي ممثل الصيني ده سنة 1998 وتفرج عليه في التلفزيون بأحداثه وكل حاجة بيقول بعدها في سنة 2001 لقيت الفيلم نفسه نازل حصريا في السينمات قلت يمكن ده جزء تاني مثلا يعني فحجز التذاكر وراح مع صحابه لكن اتفاجئ إنه نفس الفيلم لدرجة إنه هو كان بيحكي لهم الأحداث قبل ما تحصل يقول لهم المشهد اللي جاي هيحصل كذا وكذا لأنه كان فاكر الفيلم كويس عشان كان بيحبه راح بقى البيت عمل سرشاته على النت ولقى إنه نسخة الفيلم دي أول مرة تنزل في 2001 فعلا وإنها ما تعرضتش قبل كده أصلا كان حيتجن قال إزاي شفت فيلم كامل بنفس الأبطال والمشاهد والأحداث والإسم كمان وبعد كده يتم إصداره بعدها بكذا سمع طيب إيه بقى فوائد التواصل مع العالم الموازي وإيه أضراره؟ نمسك الفوائد فوائده إنك لو فاهم الموضوع كويس ووعيك عالي ومتحكم في طاقة عقلك فإنت بتقدر تتواصل مع النسخ بتاعتك الأفضل منك من خلال فقط التخيل أو الإسقاط النجمي أو حتى عقلك عشان واعي وكويس كده بيوجهك لوحده في الموضوع ده وبتعرف بقى تاخد خبرات ومهارات من النسخ الأفضل منك زي كده اللي بيتعلمه لغات أو مهارات فجأة وبيصدفوهم في اليوتيوب وفي البرامج فايدة تانية بقى إنك بتعرف تجيب حلول لمشاكلك أو أفكار إبداعية لحياتك وللآخرين برضو في حالة التواصل مع النسخ المتطورة فايدة تالتة ودي فايدة بقى بس على حساب المشاعر وأنا بصراحة مش باعتبرها فايدة أنا باعتبرها مضرة بس الناس شايفها مفيدة إن فيه ناس بتتواصل مع نسخ أحبابهم المتوفيين يعني مثلاً وحدة جزها ميت وعندها الإمكانية العقلية والطاقة الروحية إنها تنتقل لعوالي موازية تانية فبتشوف نسخة زوجها في العالم الموازي التاني وتتكلم معاه ويشوفها وتشوفه وده بيكون انتقال زمكاني يعني بالزمن والمكان والجسد والأثير كله في وقت واحد ودي طبعاً مهارة ندرة بس اللي عايز بيعملها الفايدة الرابعة لو أنت من الناس اللي عندها مشاكل في شخصيتها أو عندك سلوكيات وحشة أو حتى أمراض مزمنة وتواصلت مع النسخة الأفضل منك اللي معنداش كل المشاكل دي فده بيختصر عليك مشوار تطوير الزات لأنك بتتحسن بسرعة كبيرة جداً نيجي بقى للأضرار أول ضرر الناس اللي مش فهمة ولا عارفة ما هي العوالم الموازية بيقعوا تحت تأثير ألعاب الشياطين والجن وبيحصل لهم تشتيت كبير جداً وده بيؤدي بيهم للجنون في النهاية أو الانفصال عن الواقع تاني ضرر لو طقتك عالية بس أنت شخص مش سوي فغالباً حتتواصل مع النسخ المش سوية زيك وحالتك حتسوق أكتر وبدل ما تكتسب حاجات كويسة فأنت حتكتسب مهارات سيئة جداً تالت ضرر لو إيمانك ضعيف جداً وشخصيتك مش قوية فأنت غالباً حتفتتن بالحوار ده هتعتمد عليه أكتر ما بتعتمد على قدراتك وأكتر ما بتعتمد على الله وحيبقى الموضوع بالنسبة لك زي الإدمان شبه الهوس زي كده فيلم الفيل الأزرق لما بيخدوا البرشامة الزرق ودي مادة ممنوعة دولياً لأنها يبتنقل العقل الأبعاد دي بمجرد ما الإنسان بيستخدمها مش بيعرف يبعد عنها أبداً لأنه بيشوف حاجات كتير وعوالم وأبعاد وأزمنة ومش سهل يرجع لوضعه الطبيعي بسهولة رابع ضرر النسخ الشريرة منك مش مضمونة فممكن تأذيك بأزة مباشر بدافع الغيرة مثلاً لو أنت أحسن منهم خامس ضرر لو روحت تسأل أي حد مش فهم أي حاجة يا غالباً حيتهمك بالجنون وحيطلعك مش طبيعي وبالتالي أنت تتعقد نفسياً يا إما حد تاني مثلاً عامل نفسه معالج يقولك ده شغل قارين ده شغل عفريت ويدخلك سكة علاج طويلة عريضة علاج لمرض مش موجود أصلاً عندك وبالتالي أنت بتتضرر أكتر ليه؟ لأنك بتتفاجئ أن العلاج ما جابش نتيجة لأنه أصلاً علاج غلط هو ما فيش ولا قارين ولا حاجة عندك دلوقتي أنت دلوقتي عندك مشكلة في العوالم الموازية وإنت مش فهمها وتبدأ هنا تضعف ثقتك بالله وضعف اليقين برضو بالله لأنك كل الوقت ده مفكر أنه عندك مرض وقارين وعفريت ومهما عملت من علاجات ما فيش حاجة بتتأثر سادس ضرر وده مهم جداً أنك الأحداث والأشخاص عليك بتتدخل في بعض لأنك مش مركز كفاية مش مصح صح فمثلاً أنت عايش مع شخص سيء جداً ومضر ونرجسي لكن عشان حضرتك تايه كده بتلاقي نفسك ساعات تتواصل مع النسخة الكويسة من الشخص المضر اللي معاك ده فتفتكر أنه مثلاً إيه؟ بيتحسن معاك بيتطور العلاقة فتتورط أنت في العلاقة دي أكتر وأكتر وبعد كده لما ترجع للواقع بتتفاجئ أنه الشخص المضر زي ما هو فتفتكر أنه هو رجع في كلامه وبقى وحش تاني وتتصدم لأن الرجوع للواقع والتواصل مع العوالم دي مش بيبان يعني المرحلة الانتقالية بين العوالم وبعض مش بتبقى باينة واضحة كده لأ هو في غمضة عين تلاقي نفسك فجأة تتعامل مع واحد تاني زي ما حصل معايا أنا وأخويا الموضوع انسيابي ومعقد في نفس الوقت حبيت أعرض عليكم الموضوع ده عشان بعد التطورات اللي بتحصل في العالم وارتفاع اللواعي وارتفاع الطاقة وكده وفتح بوابات زي مكانية ممكن الناس يحصل معايا الحاجات دي وتلاحظ تغيرات في حياتها ومتبقاش فهمة دليل أشوفكم على خير وسلام ترجمة نانسي قنقر